سنة ولا بدنا نذكر هذا القضية هذي دي لا تشيل الدار في البرلمان الاوروبي وانا تنقول لكم احنا مش معنا ما عندناش مشاكل عندنا مشاكل عندنا مشاكل في حقوق الانسان عندنا مشاكل في حقوق الجميع ولكن في نفس الوقت هذا السادة الاوروبيون البرلمان الاوروبي ما عندوش الحق يدخل فينا وحتاج الشي لكان كيكون ركان كيكون في اتصالات مباشرة ماشي نوضو يعملو قراء يعملو توصيات فانتينو اللا ديال الادانة ديال المملكة المغربية ما لنهم احنا تابعين لهم احنا اما حرة مستقلة مختلفة ونحن يعني نصنط رجاله من الاستقلال ديالنا وما تنقبلوش واحد يمس هدك الاستقلال ديالنا هاد القضية هدي واحد المسألة اساسية تانيا هاد الاوروبيين يمشيوا يحشبوا ايلا عندوش يوجه علاش يحشبوا واش هادوك الفرنسيين اللي في الفين وخمسين لما نسيتش مات مات عندهم تسعة عشر الف تسعة عشر الف رجول وامرعاموا سنين لانهم ملقوش اللي مدليهم الماء في الوقت اللي كانت الحرارة يجيوا يدروا معنا احنا على اربعة ولا خمسة ديال الناس انتا ما قابلتي تبا كمك ما قابلتي تبا كمك ودابا دابا دابا في هاد الوقت اللي كان هضرو فيه في الكوفيد عندهم واحد المؤسسات كيسميوها الزباد ما عارشنو هوا داك الزباد كمو يعني شنو كتعني الكلمات الحروف ديالها كيدلوا فيها الاباء ديالهم والامهات ديالهم والاجداد ديالهم حنا هات الشي ما عندناش الحمد لله كين بعض الناس اللي الظروف ديالهم ولا الاسر ديالهم ما تحملوهمش في بعض الاماكين ولكن مع الناس الحمد لله كل شي بقي كيفرح هاد ليامت هادي واحد السيدة من الاسرة ديالي كانت لباها دار مقابل معاها لانه مريض وعيط عليها كان شكرها ودك الشي قاتل يا قاتل يا عمي انا اللي ربحت حجابت لباها قداما قاتل يا انا اللي ربحت هاد هما المغربة هادو في هاد الكوفيد الكحل اللي هما اللي تسبوا لنا فيه كل شي عارف باللي هاد الشي هادا بين امريكان وبين الشينو واحد فيهم ولا في جوج لا ما كان داخل معاهم شي مسخوط من هاد المساخيت ديال الدول الاوروبية شحال ديال الناس ماتوا في هادوك الزباد كبار ناس كبار اللي ملقوش لانه كان فيهم اللي عاجز هربوا دوك 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 الفرمليا اللي كتقولوا عليهم انتوما الانسانية وطاطاطاطاطاطاطاة الفرمليا والاطباء هربوا من لزباد وخلوا ذلك الناس الكبار بوحدهم كان فيهم اللي ملقاش ليعطيه الماء كان فيهم اللي ملقاش ليعطيه الدواء كان فيهم اللي ملقاش ليعطيه واشنطاء يعني وحسب الذي أذكر أن عدد الآباء والأمهات الذين ماتوا بهذا السبب في الدول الأوروبية كلها ولكن بالخصوص فرنسا لأن فرنسا هي اللي نيضاني ندابا ولأن رئاستها لا تفقه شيئا هاد الرئاسة اللي كينا دابا بزاف بين هاد الرئاسة اللي كينا دابا وبين دوقول ومن شابها أنا هدر على دوقول ثم هدر على الخرين نرى الشارف عقل على اللولي انتي فهد هد الناس هدو هد الناس هدو فهد الوقت هدو اللي احنا فيه انتينو لله يعني ما قادرينش يقابلوا العدد الذي بلغني رسميا انه مات في لزيب بسبب الاهمال ماشي الكوفيد الكوفيد والاهمال حوالي خمسة الاف اب وام وجد وجد ثم انا مازال ما فهمتش لانه لانه كيخسكم تعرفوا باللي هذيك التوصيات ما تكتبات حتى تلغط واحدة توصية كتقول اننا كنركزو على المغرب كشارك استراتيجي والعلاقات الوديا اللي عندنا معاه شي كلام ممتاز جاءوا دارو سيبغيمي تمحا ودارو داك التوصيات كلها هاد الفرنسيين اللي ندوا دارو هادشي انا كنظن فرنسا باقي في هالنسب عقلهم واش دابا احنا سمحوليا ما عندناش الغاز هاتل الساعة ما عندناش الغاز ما نعطيوكم ولكن الدول الكبرى ما كتبنيش على الغاز او لا البترول او لا الدول الكبرى كتبني على المبادئ واتشيلي طلع بفرنسا طلعت بها حقوق الانسان وطلع بها المبادئ الكبرى هي اللي طلعت بها وطلع بها ديقول وطلع بها ميترون وطلع بها الحقيقة هي هذه الاخرية مع الاسف وبتنية في هذه المرحلة بقيادة تنظروا يعني لا تنظروا ابعدها من انفها ومشت كتنقص للغاز را غدا يتحل المشكلة ديالغاز ولكن المغرب را مغرب المغرب السيد الرئيس ديالفرنسا من اللي دخل ليوطي للمغرب قال انا هاتشيلي لقيت في المغرب ما لقيتوش ما لقيتوش في الجزائر بصراحة المغرب كانوا الناس اللي قبل منك تقدرون انه دولة ضاربة في الاعمق في التاريخ عندها مكانة متلت عبر التاريخ صخرة للدفاع عن حرمة الاسلام من هنا الى الشرق حتى نابوليون من اللي بغى يغزي الدول اسلامية ما جاش للمغرب مشال مشال مصر فالناس ماشي بهد الخفة انا ما تنعيبش على الفرنسويين اللي بغوا يتصالحهم مع الجزائريين اللي عاونو احنا ما بغيناش العداوات ولكن احنا ما عاديناش فرنسا وخاجت وخصت عمراتنا وخقتلت مننا وخصت جنات مننا وخاتش كله ما عاديناهاش بقينا كان بدلولها الود وكان بدلولها التعاون وقرينا البصلاحة ديالنا بطريقة واقعية كدولة كانت تكلم كدولة ولكن هما هاتش كله شطوه بين عشياتنا وضحاها الاحساب المغرب باش يتصالحهم مع الجزائر وخليوكم مزيان مع المغرب علاش هاد وهذا لا يمنعكم في الإطار ديال العلاقات الودية انكم بغوني لكنا عندنا شي خطأ احنا ماشي ملائكة وماشي دولة فيها الدموقراطية 100% وماشي دولة فيها حقوق الإنسان 100% ولكن الحمد لله الحمد لله كان عالجوا مشاكلنا بطريقة يعني تدريجية ورفيقة وابنتين والله ودرنا المصالحة ودرنا يعني يعني تعويض الضرار ودرنا اشياء رفعت قيمتنا في العالم بين عشياتين والضحاها مبقى اشتهي بالكو من المغرب سمحوا لي ويقول لنا حتحنا عنا شركات مع الأفارقاء ولا شيء من ولا ولا يلا اخره شنو وزعمها وبالمناسبة الله يرحم عليها المغاربة سبحوا لي العيالة مطر للكمش قال لكم كان الخير في يوم يتزوش راجلي عليا فهمتيني ولم يتزيني آه فرنسا آه فرنسا أش درتي في مالي شحال من عام ونتي تمى أش درتي في بوربوركي نفسوا شحال من عام ونتي تمى أش درتي في النيجر شحال من عام ونتي تمى أش درتي يقولي لنا شنو درتي علاش اليوم تيجريوا عليك تيقولوا لك جمعك شوش كوزيد مع الطريق كتقول للروس واش الروس غير جات هاد الحب ديال هاد الأفاري قوطح على هاد الرواسات هادو اللي جاي من قرن العالم ما لقاوش فيك فايدة وقالوا لك بعدي منا ما كن جتهدتي ونميتي شوفي رأسك بقيتي في الجزائر 1132 عام وما قنعتيش الجزائريين والعرب والعرب جاءوا بالإسلام هذه 14 القرن ودخلوا الجزائر كلها مسلمة وهما ما كيعرفوش حتى العربية مش الجزائرين كلهم المناطق اللي فيها القبائل ما كيعرفوش العربية ومع ذلك تمسكوا بالإسلام وبقوشة الدين فيه ونفس الشيء الحمد لله المغرب ما نهضروش عليه المغرب كان مرجعا من مراجع الإسلام عبر التاريخ ولهذا باركة عليك هذه الساعة فرنسا الحمد لله على كل حال ركطي يرتي هالين ولا هدك الله تصلحيش زران بارك مسعود ما هدكش الله ران المغرب بيك وبلا بيك غيب قاد ولا قوية حرة مستقلة